السلام عليكم ورحمة الله أهلاً وسهلاً بكم طلابنا الأعزاء نرحب بكم بدرس جديد وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي واليوم راح نتكلم عن ثلاثة تعاريف مهمة جداً تخص علم الصوت وهي الفونيم سوى الفون والألفون إنها أصغر وحدة بعلم الصوت معين كات يعني زيارة بينما كات يعني قطة بينما كار يعني سيارة إذن الفونيم هو وحدة صوتية قادرة على تغيير المعنى طيب الفون it is a speech segment that possesses a distinct physical or perceptual properties and serves as a basic unit of phonetics speech analysis طيب الفون هو صوت بشكل عام لا يرتبط بلغة معينة هو صوت في الهواء نقول الفون هو صوت في الهواء لا لا علاقة بلغة ولا يغير معنى ولا إلى أي أي شيء محدد يعني مثلا أنا لو قلت الفونيم الفونيم هو يعني صوت مرتبطة بلغة يعني الفونيم مثلا باللغة الإنجليزية عندنا 44 فونيم باللغة العربية اعتقد 38 فونيم لغة الفرنسية اعتقد 36 فونيم صوت يعني بينما الفون هو صوت ما لا علاقة بلغة ولا لعدد ولا أي شيء هذا هو تعريف الفونيم ننتقل الآن إلى الالفون it is different realization of the same foony هو الصوت واحد لكن إلى نطق آخر يعني نفس الصوت اللي يكون إلى نطق أكثر من عالة أسمي آني الالفون طبعا هذا ما يغير المعنى they do not change the meaning يعني من عند الال قلنا الال مرة تكون dark ال L اللام الثقيلة واللام الخفيفة طبعا هذا هو النفس الصوتين كنا إلى نطق آخر هذا سميه بلغة الإنجليزية حتى باللغة العربية عندنا اللام الثقيلة واللام الخفيفة وما يغير المعنى ولا إلى آخر طبعا هذا هو الفرق ما بين الفونيم والثون والألفون هنا انتهى هذا الفيديو نشوفكم بخير تحياتنا لكم و لا تنسوا تشتركوا ربما